قرابة ساعة كاملة هو المؤتمر الصحفي الذي اتهم فيه محافظة نينوى لجنة تقصي الحقائق النيابية بتحريف الإفادات التي سربت إلى وسائل الإعلامة وقدمها أعضاء الحكومة المحلية للجنة نوفي العقوب قال إن ما يجري هو صراع على منصب المحافظة ما دفع قائد عمليات نينوى إلى تقديم استقالته نتيجة الضغط الذي تعرض له بنفس الوقت ممارسة الضغوط أدى إلى تقديم قائد عمليات نينوى إلى حتى الاستقالة هي صراع على منصب المحافظة ديوان الرقابة المالية لم يذكر هاي الكلمات والعبارات تم تحريف من قبل قسم من لجنة تقصي الحقائق العقوب أكد إنه أقام دعاوا قضائية ضد بعض أعضاء لجنة تقصي الحقائق لما وصفه بتلاعبهم بالتقرير واقتطاع أجزاء منه ما أدى إلى إرباك عمل المحافظة لأكثر من ثلاثة أشهر دعيا رئاستي البرلمان والوزراء إلى التدخل ما تكلموا بي هاي الهجمة الإعلامية عن كل ما دار من ملفات فساد أنا الكل العراقيين والكل أهالي محافظة نينوى هذا التقرير ما لهم؟ ما نذكر بي أي ملف من هاي الملفات وتقول التسريبات للحرة إن أكثر من ستة نواب عنينوى رشحوا أنفسهم لمنصب المحافظة إضافة إلى شخصيات أخرى وقال قائم مقام الموصل زهير الأعراجي في المؤتمر الذي عقد بمبنى المحافظة إن أعضاء اللجنة بدأوا بعقد لقاءات مع الحكومة المحلية لتوزيع المناصب والأدوار وهذا هو هدف لجنة تقصي الحقائق الأساسية بحسب الأعراجي أحد النواب قبل يومين اجتمع مع مجموعة من أعضاء مجلس المحافظة وأراد الضغط عليهم وقال لهم نصا نحن اتفقنا وهذه هيكلية مدينة الموصل المحافظ فلان مدير البلدية فلان مدير البلديات فلان هيئة الاستثمار فلان قائد شرطة نينوى هو الآخر نفى في مؤتمر له بمقر قيادة الشرطة وجود أي علاقة تربط عمله مع الأحزاب السياسية وأن تلك التصريحات والاتهامات لن تثنيه عن تأدية مهامه في بسط الأمن نحن عسكر ونعمل وفق توجيهات وزارة الداخلية وتوجيهات سيد القائد العام للقوات المسلحة ليس لنا علاقة في أي سياسي ولا ننتمي لأي جهة سياسية ولا لأي حزب بعد نفي الحكومة المحلية للإفادات التي قدمها تقرير رجلة تقصي الحقائق تنتقل الكرة الآن إلى ملعب رئاسة الوزراء والقضاء العراقية للنظر فيها وإيقاف الصراع على منصب المحافظ المشتد هذه الفترة من مبنى محافظة نينوى هيتم أحمد الحر ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا عضو لجنة تقصي الحقائق النيابية النائب عن محافظة نينوى بشار الكيكي سيد بشار أهلا بك معنا إلى هذه الجولة الإخبارية يعني هذا اليوم في المؤتمر الصحفي اتهمكم محافظ نينوى سيد نوفل العاقوب بأن التقرير الذي جاءت به هذه اللجنة لجنة تقصي الحقائق هو عبارة عن تحريف للإفادات وتضليل للعدالة سقط فيه اتهامات لا أساس لها من الصحة على حد قوله ما هو ردكم؟ مساء الخير طبعا فقط لتوضح أنا نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق أهلا بك أهلا بك حقيقة أنا لا أريد أن أرد على كلام سيد المحافظ ولكن أنا أحب أوضح موضوع مهم جدا من الخطأ أن يتم اختزال مهام لجنة تقصي الحقائق في نينوى في موضوع سيد المحافظ ولذلك أنا أؤكد بأنه قدمنا أكثر قدمنا 31 توصية إحدى هذه التوصيات تتعلق بعمل وأداء سيد المحافظ أما بقية التوصيات فقد كانت جدا مهمة تتناول الوضع الأمني في نينوى وموضوع داعش وموضوع البككة وتقييم الأداء الأمني وكذلك موضوع الاستقرار وكذلك تجاوزات من قبل بعض الجماعات التي تدعي انتمائها إلى الحجز الشعبي والمكاتب الاقتصادية تقرير لجنة تقصي الحقائق حقيقة كان تقرير مهني ويمتاز بالشفافية وهذا جهد هو قال بأنكم اجتزأتم جزء من عندما كنتم تحققون في هذا الموضوع اجتزأتم من الأقوال واختزلتم منها بحسب ما يفيد مسار القضية التي تريدها هذه اللجنة لجنة تقصي الحقائق ليس هناك هدف معلن لموضوع لجنة تقصي الحقائق وهي اللجنة تتبنى التقصي وهي ليست لجنة تحقيقية وإنما لجنة تقصي حسب الأمر النيابي وبالتأكيد نحن استندنا على إفادات وأقوال كل المدراء والقادة الذين استضافناهم طبعا من حق أي شخص من الأشخاص الذوات طبعا أن يقدم ما لديه من معلومات حول هذا الموضوع وبالإمكان تجزئة هذه المشاكل على حدة ولكن بشكل عام عمل اللجنة كان جدا مهم وهو حقيقة سوف يكون قاعدة بيانات مهمة جدا أمام مجلس الوزراء وأمام رئاسة البرلمان لوضع استراتيجية جديدة في التعامل مع ملف محافظة نينوى من حيث الوضع الأمني وموضوع الإعمار وكذلك البنى التحتية بشكل عام فأنا أرفض إختزال هذا الموضوع حقيقي هذا الموضوع يعني لأن هناك اتهامات بأن الهدف الرئيس والأساس لهذه اللجنة هو منصب المحافظ وهناك من يقول بأن خلال استقصائكم وسؤالكم ولقاءاتكم مع أعضاء مجلس المحافظة ومديرين عامين بدأتم بتوزيع المناصب حتى على بعض الأعضاء ما مدى صحة هذه المعلومات؟ يعني أختي الكريمة دائما وأبدا سواء قبل لجنة التقصي الحقائق وحتى وإن لم تكن هناك لجنة التقصي الحقائق فمنصب المحافظ هو منصب سياسي ومنصب مهم وعيون الكثير من الأحزاب والكتل والشخصيات حول هذا المنصب هذه لا يمكن أن ننكرها ولكن أمانة هذه اللجنة قدمت جهد جماعي وهي تستند على أقوال وإفادات لمجموعة من الشخصيات التي تم استضافتها وهي أما بتوقيعهم أو عن طريق التسجيل سواء في المحافظة أو في مجلس النواب فلذلك نحن نؤكد بأنه علينا التركيز على كامل التوصيات بشكل كامل يعني دون تجزئتها أو تحريف مسارها وهذه اللجنة ليست بيدها أي قرارات يعني إحنا نقدم توصيات إلى رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس النواب تعرضها على مجلس النواب وثم يتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها قد يتم تعديل قد يتم الإضافة قد يتم أصلا يعني عدم قبول التوصيات بشكل عام سيد بشار إحدى التوصيات كما تحدثت كانت بشأن الوضع الأمني ولكن أيضا من الجهة الأخرى اتهمتم في اللجنة بأنكم سربتم هذه المعلومات عن نقاط الضعف التي تعانيها المنظومة الأمنية في المنطقة أو في نينوى ما قد يفيد العدو وخاصة عناصر تنظيم داعش والله حتى أكون مهني في إجابتي نحن استفادة من التجارب السابقة يجب أن نكون شفافين ونمتاز بالمهنية أي بمعنى يجب أن نرفع كل ما هو على أرض الواقع للقيادات في بغداد ولكن سربت للإعلام هذه المشكلة سربت للإعلام حتى وإن سربت للإعلام مختل كريمة الآن هناك رأي عام هناك إعلام حور هناك إعلام تحت سيطرة الدولة حقيقة الأمر يجب أن يكون الناس على دراية تامة بما يجري في المحافظة لكن يجب أن تكون هذه المعلومة بينكم محصورة وبين الجهات المختصة لأن بهذه الحالة سيتم استغلالها من قبل العدو نحن يجب أن يواجه هذا العدو عن طريق الاعتماد على إرادة شعب نينوى بشكل كامل وعلى عمق النسيج الاجتماعي بين مكوناتها نحن نؤكد بأنه هناك وضع أمني بحاجة الملف الأمني بشكل كامل يحتاج إلى مراجعة يعني أختي الكريمة مراجعة كاملة والشاملة فلذلك نحن هنا نخاف من التسريبات حتى وإن كان فيها وجهة نظر محقة مثل ما وضحت حضرتك ولكن أن نكون شفافين في طرح هذه الأمور أنا باعتقادي أهم من أن نغطي هذه المعلومات بشكل أو بآخر عندها سوف تكون المسؤولية أكبر بالتأكيد أشكر جزيلا على حضورك معنا عضو لجنة تقصي الحقائق النيابية بل ونائب رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية النائب عن محافظة نينوى بشار الكيكي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك